موسيقى مصر النهارة من احلم لمكرة اهلا بحضراتكم بأوصل حواري مع الاستاذ جمال مبارك الامين العام المساعد وامين السياسات بالحزب الوطني في اطار مجموعة من الحوارات مع قيادات الاحزاب المصرية بمناسبة الانتخابات البرلمانية استاذ جمال ناس كتير بترحب بحضرتك معنا وسعداء بوجودك وناس بتقول انها حاسة بالكلام اللي انت بتقوله لكن في سؤال متكرر بيقول ده علي محمود مثلا بيقول سمعنا كتير عن الفكر في الحزب لكن ليه ما بنحسش بأي جديد يعني ليه مش حاسين بدأ قوي على ارض الواقع هل ده لي علاقة بقوة تغيير اللي حالتك بتكلم عنها ولا هي طموحات الناس اكبر ولا لان مصر كبيرة اوي مشاكلها اكبر من انها تتلمت في سنوات شوف طبعا معلش اسمه ايه اللي سأل الاستاذ علي محمود من ايه المحافظة لا مش ايه يعني الاستاذ علي طبعا يعني هو وناس كتير غيره احنا بنقول ان الخمسين اللي فاتت حصل فيها تطور وممكن نتكلم في تفاصيلها لكن يعني ما فيش شك مش هنخدأ انفسنا ونخدأ الناس فيه ناس يا اما ما حستش بتغيير منموس يا اما حست بتغيير وتطوير اقل من تطلعاتها او توقعتها يا اما حست ان فيه ناس تانية اتحسنت اكتر منها كل واحد من دول ما استغربش لما يقول نفس هذا التعليق احنا مش حسين انا تحسنت بس مش قوي وبعدين كل واحد اخب بالك بيقارد برضو عماية نسبية بيشوف طب زميله ولا اللي بيشتغل في البلد اللي جنبه ولا غيره لو حس انه هو تحسن اكتر ممكن حتى يحس الله ده نتظلمت من هنا ساعة بتيجي موضوع الله ده ما فيش تكافف الفرص ده فيه محباة ده فيه توصل بقى الفساد الى اخره الامور كلها هدخل بعضها لكن انا متأكد لما ننزل نسأل واحد من اربعة مليون مواطن مصري في الخمس سنين اللي فاتوا حصلوا على فرصة عمل جديد وحصلوا على زيادة في دخولهم ودي حقيقة موجودة وحصلوا على زيادة في دخولهم على مدار الخمس سنين اللي فاتوا دول لزال اعداد العاطلين اكبر من دول بكثير واحنا كانت تتذكر الوعد في 2005 كان اربعة ونص من فرصة عمل في ست سنوات قاربنا على تحقيق هذا الموضوع اكيد دول اكيد حاسس ان فيه تحسن حصل في حياته لان غالبا لو ما كانش الفرصة دي جات له كان زمانه عاطر النهاردة وكان زمان هتلاقيه غاضب وبيشتكي وبيقول اكتر من السائل اللي موجود دلوقتي ده ده مثال واحد نيجي اصحاب المعاشات انا بطلب امثلة سريعة بس عشان مش عايز اخش في تفاصيل كثيرة الا زي عايزني اخش في تفاصيل كثيرة لا انا اشارت شكوة متكررة في الاربع سين اللي فاتوا موضوع الدخول طبعا قصة ممكن نتكلم فيها بتفاصيلها وعن حق اصحاب المعاشات من اكتر الفئات اللي كانت متأثرة بغلاء المعيشة لان كان معاشاتها اولئيلة والزيادة فيها ما بتواجبش الزيادة في التضخم بشكل عام مع قانون التأميات والمعاشات اللي تم اقراره وده لسه حيبدأ تنفيذ بنود منه كثيرة في السين اللي جاية وبنتكلم عنها في البرنامج الانتخابي حصل بالفعل في نهاية في بداية العام المالي الجديد يعني في الصيف اللي فات زيادة تقترب من ثلاث اضعاف لما يقترب من ثلاث مليون مواطن مصري وصحاب المعاشات اكيد دول وضعهم اليوم لما بيبص كمان لقدام ويبص كان وضع اي من ست شهور اكيد ده افضل حالا وحاسس بتحسن في حياته ممكن يكون عايز اكتر وده مشروع وده طبيعي وممكن يقول انا اه عندي تحسن بس عايز اكتر نيجي للقرى لسه كنت نتكلم عن القرى من شوية حجم مشروعات الصرف الصحي اللي حصلت في قرى مصر سواء كان في الصعيد او فيهوك بحري تعرف الموازنات اللي دخلت هذا القطاع في الخمس سنين اللي فاتوا ما يقترب من خمس اضعاف ما يوجه لهذا القطاع في الخمس سنين من عام 2000 لعام 2005 لما بننزل للريف وانت سألتني من شوية بتحس بايه اه بحس الناس عندها شكوى لكن بحس في بعض القرى اللي وسط لها دي المشروعات ان الناس حاسة بفرق حاسة ان مشروعات الصرف الصحي رفعتهم من مشاكل كبيرة كانت فيها حاسة بعد هذه القرى اللي كانت لازالت مش وصلها الميا ان الميا وسط لها ان حصل رصف للطرق عندهم الاسر الاسر الفقيرة رجع مرة اخرى كان عندنا حوالي 600 الف اسر بتحصل معاش الضمان الاجتماعي الضعف المليون و300 الف اسر اكيد ال600 زيادة دول اذا ما كانش حصل طفرة كبيرة في حياتهم اكيد ما حصلش لكن حصل لهم حماية الاسر اللي تتخلنا بحمايتهم ببطاقة التموين تعرف طبعا في 2008 حصلت زيادة غير مسبوقة في اسعار الاكل بالزاد لان كان فيه تضخم وزيادة غير مسبوقة في اسعار الاكل اللي جاي من برا دخلنا زودنا البطاقات زودنا السلع اللي موجودة حمينا ملايين من الاسر المصرية ان هي تضطر تأخذ من القليل اللي عندها عشان تصرف على الاكل وانت عرف الاكل في هذه الاسر جزء كبير جدا من انفاق الاسر انا بدي امثلة سريعة هل فيه طبقات مختلفة استفادت في الخامس سنين اللي فاتت انا مقتنع ومش مقتنع مجرد قناة عن طباعها انا مقتنع من واقع موجود ومن واقع الزيراب منزل اقب الناس فيها هل فيه ناس تانية زي ما قلت يا ما استفادتش يا مش بالقدر الكافي يا متزمرة للنشايف غيرها خد احسن منها دي على طول بتنمي هذا النوع من الاسئلة وزي ما قلت بتخش بافقات التالي ده ما فيش عدالة ده 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 فيه وسطة ده اش معنى المنطقة دي خدت اكتر من دي الى اخيره تحدي قدامنا في السين اللي جاي بنا نتكلم على عدم التكافؤ في بعض الاحيان المواطن اللي استفادوا اكتر في الخامس سين اللي فاتوا الاكثر تعليما الاكثر تدريبا والاكثر خبرة ومعرفة هتقول لي هل ده فيه عدالة انا بقولك ده الواقع لذلك هتجد في الماضي وفي البرنامج في المستقبل تركيز كبير طبعا على التعليم بشكل عام وده قضية قومية كبيرة لكن على التدريب اللي اكتر تأهيلا واكتر تدريبا واكتر معرفة واكتر خبرة فرصته في الخامس سين اللي فاتت اللي استفادة بشكل كبير اكتر بكتب من خيره وده لا يعني اطلاقا ان ما فيش ناس بتقع يعني فيه ناس بتبقى مؤهلة وعندها امكانات ومدربة لكن لا تجد الفرصة المناسبة وما تعرفش الطريق لا ما انا بقولك احنا عمرنا ما وعدنا في الخامس سين اللي فاتوا احنا هننهي مشكلة البطالة واي واحد وانا بقولك برضو اي واحد هيقدم اي حزب هيقدم وعد انه هينتهي من المشكلة البطالة بالكامل في الخامس سين القادمة ارجو الاعلام يوجهوا ويكشفوا ويقول للناس هيعمل ده ازاي طيب ما انا انا هسأل حضرتك بس قبل ما اروح له عايز اروح للبرنامج الانتخابي اللي قدام حضرتك ده مباشرة حضرتك مقتنع ومصدق ان الناس بتروح صندوق الانتخابات تختار شخص عشان برنامج الانتخابي حزب في مجتمع تسود العصبية وتحكمه الخدمات النايب بقى نايب خدمات بقدر ما بيدي للناس وبيوفر لهم وظيف او بيديهم اعانات او بيشغل ابنه او بيصفره برا ناس بتروح تديله فالصعيد بتحكمها عائلات في النهاية ما بتحكمهاش ابدا برنامج الانتخابي الحزب هو بيعمل البرنامج ده ببقى شايف ان البرنامج ده هو مشروعه بعيدا على الانتخابات ولا وجهة ديمقراطية ديمقراطية بتقول في الدول الكبرى والتاريخية ولله تاريخ ممتد زي مصر ان اي حزب يجبين لابد ان يقول لي برنامج الانتخابي خلطك شايف البرنامج الانتخابي ده ازاي سؤال سؤال كويس ما اعتقدش ان هو مجرد للي بواجهة ان احنا كحزب دازلية برنامج لان انا يعني رد السريع اللي انا بقوله بقى لي ربع ساعة ان احنا في 2005 حددنا هدف محددة كلها تتعلق بهم الناس في دخلهم في فرص عملهم في الاسر الفقيرة وعملنا وعملنا ده من واحد برنامج متفق عليه ومعلن وفي التزام بيه بس ارجع لأصل سؤالك وهو حقيقة سؤال مهم احنا لسه ولسه قدامنا مشورة زي ما انا قلت في البداية فيه تغير وتطوير في الحال سياسيا ما فيه الشك وفيه تغير وتطوير ونضوط نسبي مستمر في الحال سياسيا وفي الحال الحسبية وحتى في الاعلام نعم لكن لازال اليوم المرشح صقل المرشح بالذات في اماكن بعينها الصعيد لازالت العائلة لها وزن كبير دي طبيعة مجتمعنا ومش هتغير في يوم وليلة وقد تستمر في مناطق كثيرة لازالت هذه السمة فما فيه شك ان المرشح بسخله بسمعته بعائلته ما فيه شك له وزن ما فيه شك ان الحزب بتنظيمه بتحركه بمسندته لمرشحينه بأداءه لو بنتكلم كحزب وطني بقاله خمس سنين من التخابات اللي فاتت الناس بتقوله انت عملت ايه زي ما الاخر اللي سأل بأداءه ده بيأثر لكن ما فيه شك ايضا ان المواطن قد يصعب عليه ان هو يقرأ هذا الكلام وهذه التعادات الكبيرة المواطن بقل في القرية وفي الريف ويستنتج منها طب انا هروح اقدي صوتي لمرشح عشان الكلام الكبير ده لهذا السبب احنا بالاضافة لهذا البرنامج اللي هو عقد ما بيننا وبين المجتمع عايزين الناس تحسبنا عليه زي في الخمس سنين اللي فاتوا عندنا بالاضافة لهذا البرنامج 222 برنامج على مستوى كل الدوار الانتخابية حاولنا نترجم هذا البرنامج العام على مستوى الدوار عشان نقدر نقول للناخبين وبالتالي نقدر نساعد مرشحينه ان في الخمس سنين اللي جاي من هذا الاطار الاشمل لبرنامج قومي موجود حصل فيه شغل وفكر وحوار كبير في الدايرة الفلانية هترجم ده في موضوع المدارس في هذه المشروعات هترجم هذا البرنامج القومي في موضوع الوحادة الصحية في هذه المشروعات القرى الأكثر فقرة اللي هو برنامج ألف قرية هعمل إيه في هذه القرى في الخامس سنوات اللي جاية في المية في الصرف الصحي في الرصف في معاش ضمان الاجتماعي في بطاقة التومين للأسر اللي مش حصلت هذا التومين هعمل إيه في موضوع النقل وسكة الحديد إلى آخره فأنت محق اللي حيفتكر أنه مجرد بإطلاق برنامج عام والحديث في الإعلام ويقول أنا عندي برنامج وحطت أهداف في حام الأربعة من فوصة عمل إلى آخره بدون قاعدة حزبية موجودة بدون مرشحين لهم سقل بدون تنظيم حزبي بيطور من نفسه عشان يقود عملية انتخابية وبودون وجود برامج محلية الناس تفهمها باللغة تفهمها وتقدر تقول آه ده المدرسة الفلانية إذا كان ده فلان هيملي دف دي ريتي أفكر أفكر هل ده فلان دي صوتي أو لا وبرضه أفكر هل ده كلام انتخابات أو ده كلام جد إحنا بنقولهم ده كلام جد ليه لأن انتوا اقتبرتونا في الخامة السينية ما حلناش كل المشاكل لكن جزء كبير جدا هل تم تنفيذ كل الوعود برضو لازم يعني مصرحة والمكاشفة وإحنا قلنا في العنوان أصدرنا التخريب من حول الزبعين قلنا تعهدنا بالتغيير والتطير وأوفينا بالكثير وفي معنى كبير في الكثير درش هطلع أقول لك أنجزت كل شيء ويمكن الحديث يجبنا لبعض القضايا لكن أنجزنا الكثير وبنقول في بعض الحاجات اللي لم نوفق فيها أو ما قدرناش نكمل فيها إيه هي الأسباب وهنتعامل معها إزاي في السين اللي جاي يعني برنامج 2010 بيكمل 2005 طبعا يعني ما سقط أو حالة الظروف دون إكماله حيتم في البرنامج الجديد لو ما كناش طورنا باختصار مناخ الاستثمار كلمة كبيرة شوية لكن كل التشريعات اللي عملناها وتشجيع الاستثمار وتطور الكبير اللي حصل في العجل الاقتصادية في مصر في الخمس سيني فاتت ما كناش نقدر نطلع بمصدقية ونقول إحنا في الخمس سيني اللي جاي هنخفضوا بشكل كبير معادة البطالة إحنا في الخمس سيني اللي جاي هنضعف الاستثمارات الصناعية إحنا في الخمس سيني اللي جاي هنضعف صدراتنا الخارج ما كناش نطلع نقول الكلام ده لان في 2005 ما كانش المناخ الاقتصادي مهيئ للكلام ده مع ذلك قلت 4.5 مليون يعني بالنسبة للبطالة على مدى 6 سنوات البرنامج الرئاسي لسه فضل سنة اتحقق من 4.5 مليون قد ايه 4 مليون فرصة عمل تحقق